طيب كل ده اللي بيحصل ده يا طرح يستمر ولا بس كده دخلة المجلس وخلاص انا اعتقده لو تتذكروا ان السيد الرئيس عفتاح السيسي تتكلم اكثر بالمرة عن الرأي والرأي الاخر وتكلم قبل كده وقال يا جماعة فين الاستجوابات واحنا بنتمنى ان الفترة الجاية بعد من خلص ده نشوف استجوابات مش هتبقى فيه مشكلة انك تعمل استجواب وتجيب الوزير وتطرح القضية قدام رأي العام والوزير يرد وانت ترد دي الحياة الديمقراطية الحقيقية داخل البرلمان واحنا عايزين برلمان فاعل معبر عن الشعب مش عايزين برلمان يسكت بس او يسقف بس تهى هذا الزمن منذ فترة طويلة احنا في برلمان يفترض انه صوت الناس البرلمان المدافع عن ثوابت الدولة البرلمان الذي يقف مع الوطن في مواجهة التحديات اللي بتوجهه لو تتذكروا صوت البرلمانيين كان شكله ازاي يوم ما جينا نعمل قرار التوفيط للقائد الاعلى للقوات المسلحة في موضوع ليبيا كل الاصوات على قلب رجل واحد عشان كده بنقول يا جماعة ما تقلقوش من اصوات معارضة فلان ولا علان لا ابدا الدولة الديمقراطية لازم تقوم على الرأي ورأي الاخر مجالس النواب من ايام الخدائي اسماعيل ويمكن كمان من ابلافة قعد محمد علي هي مجالس كانت دايما تتحدث وتبحث كيف يمكن تنمية الرقابة على الحكومة كيف يمكن التشريع في القوانين المقدمة ده دورنا دورنا كنواب للشعب وإلا احنا بنفقد مصدقيتنا بعض الناس يقولك طيب لا ده هم جايبين الوزراء دول اللي بيتهاجم هو اللي حيمشي لا ما كانتش كده لا مسأل اللي كان بيقدم حاجة موضوعية وحاجة تمت وشفناها وعنده رؤية كان الناس كلها معاها بدون اي حاجة اللي كان ما بيعملش او غيره او غيره او ما تمش او ما انجازش الانجاز المطلوب او تسبب في مشاكل للدولة ده كان بيواجه من النوع ومواجهة ليست بالهينة فده كويس قوي ده متغير مهم جدا ده الزمن اللي يجب ان يكون فيه عهد الرئيس السيسي الرأي والرأي الاخر او حد يتصور انه لو ما فيش رأي اخر انه همشي تمام لا يا جماعة سيبوا الناس تتنفس سيبوا الناس تتكلم سيبوا الناس ده بلدنا محدش عاوز بيها شر واللي عايش شر احنا بنعزلوه بنمشيه على جم ده بلدنا انت لك صوت وانا ليه صوت وده ليه صوت انا لو ما خدتش صوتي بشكلك واسه امش هروح بلدنا المعنة انا الناس هتاكلوا الشي على طول هقل لك تعال انت ابن مين ما انت ابن راجل غالبان زينا ايه اللي حصل لك اتغيرت ليه فلازل تدافع عن اهلك وعن ناسك اللي هم غالبية الشعب المصري